أنا لا أشكك في العدالة أنا لا أشكك في العدالة مش معنات أنا خايف من العدالة أنا رحوا يا رب وقاع توصف فيهم قاع خاتش أنا قلت لكم بلي كاين قوضات نزهاء شرافاء ولت أصل وخدمي وكاين معظمهم قوضات فازدين ومرتشين وإلى جهنم من شرية قلتها ربي قال قاضي في الجنة وقاضيين في النار يا ربي قالها قال قاضيين في النار وقاضي في الجنة راح نقول لي يا خير من ربي أنا إذن أكثر من نصف القوضات مرتشين وفازدين وإلى جهنم خالدين كاين فيهم ولا تفاميلة ولا تأصلخ وناس يخافوا ربي فيهم إذن قضية التشكك في العدالة وكذا وكذا هذا موضوع آخر ولكن القرار ليس قرار عدالة يعني ليس القرار أنه بالفعل النائب العام بوجمعة أو قاضي رئيس المجلس دنيا أو قاضي من القضاة النزهاء اللي تلقائيا كان هكذا نفحكي ومعلك قال أين نرفع قضية أو نحرك القضية مستحيل يعني واحد ما يجي قد نعني بعد الكلام لأنني والحمد لله أعرف أمور كما يقول لك الناس بحكم سني وبحكم الخبرات أعرف سير الإدارة أو سير العدالة أو سير حتى جهاز الأمن وسير الأمور اللي كلها مرتبطة بالقرار السياسي إذن قرار متابعة هؤلاء هو قرار سياسي وليس قرار قضاء حنا باش نغلقوا صفحة ونفتحوا صفحة أخرى قرار سياسي لأن السلطة السياسية قررت وقرارها السيد قررت وقرارها السيد أن يترشح الرئيس عبد نجي التبون لعهدة ثانية ويفوز وكنت واضح وصريح معكم منذ سنتين قبل ما يترشحوا هذو لا حساني ولا هذا أوشيش ولا نغزة ولا ساحلي ولا هذا حمادي ولا غيره من المترشحين قبل ما يترشحوا وقبل ما نعرف أصلا من هو المترشح قلت لكم إذا ترشح عبد المجي التبون لعهدة ثانية هو الرئيس حتى وإن نافسه في الانتخابات الصحابة المبشرين بالجنة إذا شارك مع عمر بالخطاب أبو بكر عثمان علي رضي الله عنهم وأرضهم ما يربحوش رئيس السلطة المستقلة محمد شرفي ومراد وزير الداخلية وناصر الجن مدير الأمن الداخلي وجبار مدير الأمن الخارجي وعبد الراشيد طبي وزير العدل وش سموها لك أنا ما نعرفش اسمه نسيتو مسكينة لك رئيس محكمة دستورية وفلان 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 ويجي عمر بالخطاب ولا علي بن عبي طالب ولا أبو بكر صديق يجي ينافس رئيس تبون شبه ما تقدرش مستحيل ما تقدرش ما تجيش إذن وش لازم لازم السلطة تختار المنافسين للرئيس المترشح الذي سيفوز الرئيس المترشح الذي سيفوز السلطة هي من تختار المنافسين تيه واختارت واختيارها صائب يعني أنا كي قلت أنه إذا ترشح الرئيس تبون لعهدت ثانية هو الرئيس كنت متأكد أنه هو الرئيس مهما كانت الظرو الآن بقى من هم المنافسين إذن السلطة هي التي تختار واختارت اختارت واحد يمثل منطقة القبائل اللي لازم تشارك وما تقاطعش الانتخابات وهذا الشي مليح وشارك رئيس حزب الأفافاس مشكورا طبعا مقابل بعدك نشوفه شنا نعطلو لازم بالمقابل يترشح واحد من التيار الإسلامي أو الإسلاموي ومن القوش خير من حساني حركة مجتمع السلم من القوش خير منه بصراحة إنسان إنسان نس ملاح وطيع وما يقول شلالة وتجرب عليه وكذا مليح إذن توازن توازن جهوي سياسي حتى في أجنحة النظام حتى في التوازن تعتوازن القوى السياسية داخل هرم السلطة في شوية توازن باقي المترشحين كان لازم لهم يفهموا اللعبة ويدخلوا في الصف داخلوا في اللعبة وكذا هم بعد تم إقصائهم خلاص مفروض تم إقصائكم خلاص ما تروحش تطعن تطعن مع أن ترى كتحوز تلعب بسير إما لذا كان يلقى لك أي شيء ينعاقبك به السلطة تعاقب ثلاث المترشحين طعنوا للمحكمة الدستورية و وحبوا يلعبوا ولا يصمتوا في وقت سابق قبل 2015 قبل 2015 كان عندنا جهاز قوي اللي هو جهاز ديراس المخابرات هذا جهاز ديراس اللي كان مبني على شخصية وهمية شخصية هلامية شخصية غامضة اللي هو الفريق توفيق ديراس فريق توفيق الشبح المخابرات ما تشوفهمش ناصر الجن هذا تسمع به بركة حزبو جن هذا حسين بولحيا جن هذا الجن حسين جن هذا جبارم هنه جن هذا الجنون هنه يسمعوا بهم في الخيال بركة أقرض بألك جبارم هنه كان يدخل في البلدة يدور في الزنيقات يدور وحد ما يعرفه يدور في ببلوان ناصر الجن يروح للحراش يقضي نورمال في الحومة يروح للحراش يقضي يروح بيلك وحد ما يعرفه وحد ما يعرفه كي نقولك وحد ما يعرفه والله وحد ما يعرفه إلا لي أخدموا معاه ولي أخدموا معاه كي يشوفهم بعيد غمزة قرروا دبالك تفضحني قوة جهاز المخابرات في غموضه في غموضه في سريته لأنه جهاز سري جهاز سري في 2015 الغباء الاصطناعي تحالف مع خبث الذكاء الاصطناعي و فكوا وعراوا اللي الله يعريهم تعراوا عراوا أو عراوا البلاد الله يعريهم ورام كي نقولك في نازعاتي غرقا لمات ماتوا اللي حي حي عراوا البلاد فضحونا كشفونا هذا جهاز مخابرات الدياراس سر قوته هو أنه كان حكم التوازن كان شكل كليبر للدولة كان هو مركز القوة يخلق توازن ما بين قيادة الأركان اللي هي الجيش وما بين الرئاسة يعني كان كي نقولك الناس هو المفصل هذه هنا وزارة الدفاع وقيادة الأركان ومؤسسة العسكرية وهذه الرئاسة الجمهورية كان هو حاكم كم يقولك الناس زوج جنحين هو المفصل بينهم جهاز المخابرات كان يحكم توازن إذا كان طغات مؤسسة العسكرية وحبت تتغلب على الرئاسة هو يدخل بشي عاود يرجعها إذا كان الرئاسة حاول التطغى وتأكل المؤسسة العسكرية يحاول يهبطها توجور كين كليبر توجور كين توازن ما بين القوة اللي هي قوة مؤسسة العسكرية وقوة الرئاسة في 2015 هذا القوة وهذا النفوذ اللي كان عندنا في الدولة الجزائرية تم تحتيم هذا التحتيم أدى إلى ماذا أدى إلى استقواء استقواء المؤسسة العسكرية قيادة الأركان بقيادتها الغبية والخائنة لأنه كان فيها قيادة غبية وبعض العناصر الخائنة نعم خيانة 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 تعامل مع الجيات خارجية تبديد أموال تهريب أموال الكسب الغير مشروع كذا 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 يعني شي رهيب شي رهيب صرا من 2015 إلى 2019 خلال خمس سنوات صرا شي رهيب شي رهيب صفقات مشبوهة مرعيير كذا تلاعب كذا وقوة المؤسسة العسكرية استقوات واستحوذت على زمام الأمور وهو الأمر الذي أدى إلى 2019 تحتم المؤسسة الرئاسية لأنه في 2019 انتهت الرئاسة لم تعد توجد رئاسة لم تعد توجد رئاسة رئاسة الجمهورية والمؤسسات السياسية وكذا كلها رعد أحزاب السياسية كانت كيل خاتم في يد مدير المخابرات وما عندوش كل يقولوا لا لا لأنه قائد الجيش عاطي له كل الصلاحيات أو بالأحرى قرمات بن ويرا هو لي عاطي صلاحيات مدير المخابرات لأنه الحاكم الفعلي اللي كان يتلاعب بزمام الأمور هو قرمات بن ويرا اللي هو مساعد أجودان أجودان يتحكم في جهاز المخابرات الداخلية والخارجية وأمن الجيش كل شي عاثوا في الجزائر فسادا داروا المنقر في 2019 المؤسسة العسكرية استولت على الحكم عينت الحكومة حكومة بدويش كل يعينها عينت المخابرات وسيني أبو عزة ومعاه وجمعته الوزراء بدوي هم اللي عينوهم الرئيس الدولة مسكين عبد قد بصلح الله يرحمه كان خضره مقتعام يقدري دلواله الحاكم الفعلي كان هو مدير مخابرات وسيني أبو عزة طبعا والقيادة اللي معاه الأمين العام لوزارة الدفاع عبد الحاميد غريس والحاشية اللي معاهم اللي رهم معظمهم في الحراش في البليدة السجن العسكري إذن مؤسسة العسكرية طاغت وتجبرت ولم تجد من يعني يعيدها لطريق الصواب لأن جهاز المخابرات ديالس تحقم إذن ولو ديرين قراء جاءت الانتخابة الرئاسية وطبعا تغيرت القيادة العسكرية وهنا لازم نأكد على شيء نقطة مهمة لليازم الشعب يفهمها موح عفوا الشيء مهم بكل صراحة أنه لو بقي قائد الأركان القايد الصالح على قايد الحياة أمور ما يشكمه هك بكل صراحة لو بقى القايد صالح على ما هو يعني بقى قائد أركان وبقى وجمعها ما يشكمه هك الرئيس تبون لو كره رئيس دائرة ولا رئيس بلدية الرئيس تبون لو بقي القايد صالح على قيد الحياة تبون الآن رأى هو رئيس بلدية أو رئيس دائرة لا يستطيع أن يسير حتى ميزانية رئيس الجمهورية ما يخلوهش ما يخلوهش يعني بصراحة إذن رحيل القايد صالح هو الشلة اللي معاه ووصول شنقريحة شنقريحة جاء بالتزامات المؤسسة العسكري اللي تربع لها بكري واللي عرفها من وقت بمدينه قبله وهي أن المؤسسة العسكرية خارج السياسة وتطبق عوامر قائد الأعلان قوات المسلحة وزير الدفاع رئيس الجمهورية غالط صحيح ويقول المؤسسة العسكريات ستدخل وهذا ما يطبقه هو شنقريحة شنقريحة حتى يرى تبون غالط لا يدخل يقولك خاطيني حتى يوصل لموسر العظم ومعثل ما يدخل الآن مدام رئيس الجمهورية عنده صراحيات والشعب انتخبوا واللي العالم لا يدخل هذا هو المبدأ اللي رماشين عليها المؤسسة العسكرية للأسف الشديد لكن بكل صراحة اللي كان حاكم التوازن اللي كيليبر اللي هو المخابرات كانت شوية هاك شوية هاك لا ضعيفة وضعيفة جداً ما كانش ضعف أو سبب ضعف المخابرات ليس في ضعف المسؤولين توعها ولا الضباط لا في ضعف التنسيق لا يوجد تنسيق لأنه مثل ما قلت لكم قبل 2015 حتى قيادة الدرك وقيادة الشرطة كانت تعمل تحت وصاية الديارس تنسيق ما بين مديرك الأمن الداخلي مديرك الأمن الخارجي مديرك الأمن الخارجي مديرك الأمن الخارجي مديرك الأمن الخارجي